اشتركوا في القناة بهذه لحظات انطلاقت شوطا جديد من اشواط الحجاج ايضا شوطا لايق الاهمية عن الشوط السابق يحمل اسماء عديدة شعارات مميزة اثت من مختلف ميادين محافظات السلطنة للمشاركة بهذا السباق الجميع يرغب بكسب نقطة من هذا السباق وايضا كسب بطاقة من بطائق التاهيل ايضا للمشاركة بشوط الكاس نذهب مباشرة لكي نتعرف على الاسماء المنطلقة والتي ايضا تتبادل المواقع للحصول على المقدمة من خلال المسافة المقررة لهذا السن وهن الاربع كيلو مترا تجد بالصدارة مشكورة حمد بن حميد بن منصور الدرعي من تتقدم الاسماء بينما المركز الثاني الوسطى عبدالله بن حمد بن طويرش الوهيبي من تأتي على المستوى الثاني بينما المركز الثالث الناير او هذه الذاير سالب بن حمد بن حمدان الوهيبي مع الذاير في المستوى الثالث والمركز الرابع هناك الشايبة محمد بالشري الوهيبي والمركز الخامس المركز الخامس اللي هي حفلة حمد بن محمد بن علي الغفيلي مع حفلة التي تدخل وتاخذ المركز الرابع في هذه اللحظات بينما المركز الخامس المركز الخامس هنا الوصول من سهم سالب سعيد بن علي العويسي والمركز السادس شواهين سعيد بسال بن محمد أمسا في سادس المراكز والمركز السابع الوصول من الطيارة ناصر بن سعيد بن رامس اليحافي والمركز العاشر هنا الدخول أيضا يأتي بهذه اللحظات من شذا بطي بن ناصر بن حمود المالكي هكذا هي النتيجة والنداء الأول للعشر الأسماء الأولى المنطلقة والمتقدمة بهذا الشوط وما زالت المسيرة تسير مسيرة الحجائج بشوطها الثاني مستمرة حاملة معها هذه الأعداد المميزة والقيادة والصدارة مع مشكورة مشكورة التي من البداية تتحمل مسؤولية قيادة هذا الشوط إلى حد هذه اللحظات المتمسكة بالموقع الأول لحمد بن حمد بن منصور الدرعي ما شاء الله هي مشكورة على هذا الأداء المميز بينما المركز الثاني وصلت الذاير خذت المركز الثاني في هذه اللحظات لسالب بن حمد بن حمدان الوهيبي لكن التدخل يأتي عن طريق حفل حمد بن محمد بن علي الغفويلية التي تختط في المركز الثاني وصلت الطيارة تقدمت إلى المستوى الثالث بهذه اللحظات الطيارة أيضا مالكها ناصر بن سعيد بن رامس اليحافي تقدمت إلى المستوى الثالث الذاير بالمركز الرابع سالب بن حمد بن حمدان الوهيبي المركز الخامس هنا الوصول من سهم سالب سعيد بن علي العويسي مع سهم في المركز الخامس والمركز السادس الوسطى عبد الله بن حمد بن طويرش الوهيبي والمركز السابع شذابطي بالناصر بن حمد المالكي والدخول الآخر يأتي عن طريق عالية زاهر بن مبارك بن محمد الوهيبي مع عالية يتدخل بهذه اللحظات وينضم مع المجموعة الأولى والاسم القادم هناك أيضا امطف يا حمد بن محمد بن سالم الوهيبي هكذا هي الأسماء هكذا هي الأسماء أرى أسماء جديدة بدت بالتدخل بالمجموعة الأولى لكن مشكورة لكن مشكورة ما زالت صامده بالموقع الأول ما زالت على موقع الصدارة إلى حد هذه اللحظات من بداية الرحلة وهي بالمقدمة إلى حد هذه اللحظات متمسكة بهذا الموقع هناك أيضا مالكا لمشكورة حمد بن حميد بن منصور الدرعي والطيارة بالمركز الثاني ناصر بن سعيد بالرامس اليحافي بينما حفلة حفلة بالمركز الثالث ويتواجد أيضا مالكا لحفلة حمد بن محمد بن علي الغفيلي السلامي المجموعة الثلاثية الأولى تابع لوصول عالية عالية اسم خطير اسم إبغالة مراقبة بهذا الشوط الذي يتهى وتتواجد على المستوى الرابع يتواجد أيضا زاهر بن مبارك بن محمد الوهيبي أيضا مقدما لنا عالية على المستوى الرابع وصلت امطفية وصلت الأسماء هنا أولى الواصلات أيضا ما شاء الله حاملة رقم سبع وهي مياسة إبراهيب بن سعيد وسلطان الغفيلي قادمة أيضا وهناك اسم جديد وهي هملولة منصور بن علي بن سعيد الغفيلي والضبي أيضا يتواجد سالب سعيد بن سبيع الوهيبي لكن يا السلام بدانا ندخل بأجواء هذا الكيلو المثيرة والخطير بقيادة الطيارة وبانطلاقة الطيارة ما شاء الله ناصر بن سعيد بن رامس اليحافي هو من يقدم لنا الطيارة بهذا الأداء المميز لكن حفله على المستوى ثاني حمد بن محمد بن علي الغفيلي وصلت عالية وصلت عالية زاهر بن مبارك بن محمد الوهيبي تتدخل إلى المستوى ثالث بطريقها إلى المقدمة والصدارة لكن أشاهد الطيارة لكن الطيارة متمسكة بموقع الصدارة يا سلام 700 متر الأخيرة الفاصلة عن خط النهاية بقيادة الطيارة وانطلاقة الطيارة لكن عالية 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 على المستوى الثاني زاهر بن مبارك بن محمد الوهيبي بدت بالحركة والانطلاق عندما طلب منها المالك والمضمر روح يا راعة الطيارة وصلت عالية عالية والطيارة عالية والطيارة وهناك أهم الأولى منصور بن علي بن سعيد الغفيلي لكن عالية هل يتمدل عالية هل يتغير عالية هل يتنطلق وتكسب هذه النقطة الثميرة وتغير بالأمتار الأخيرة مع 300 متر الأخيرة عالية مع زاهر بن مبارك بن محمد الوهيبي ما شاء الله صاحبة الانجازات والانتصارات أيضا لا نغفل عن انجازاتها شارك بها بهذا اليوم لكي يكسب بطاقة من بطاقة التأهيل للمشاركة بكاس مولاي تهانينة والنموز لزاهر بن مبارك بن محمد الوهيبي مالك عالية على هذا الفوز وهذا الانجازة وهذا الانتصار بثاني أشواط الحجائج هذه لحظة الوصول لأخط النهاية المركز الثاني الطيارة مع أيضا ناصر بسعيد الرمس اليحافي المركز الثالث هملولة منصور بن علي بسعيد الغفيلي المركز الرابع الضبي أيضا محمد سعيد سبيع الوهيبي المركز الخامس حفلة محمد بن محمد بن علي الغفيلي هذه الاسماء المتأهلة بهذا الشرط تهانينة والنموز للمالك عالية زاهر بن مبارك بن محمد الوهيبي بمن ببن